خلينا نتكلم كمان هنتكلم على ملفات كثيرة جدا جدا النهاردة الحديث طبعا يمكن عن الأخطاء التحكمية والظلم التحكيمي اللي بيتعرض ليه النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت مش بتكلم عن السنة دي كمان على السنة اللي فاتت زي ما بقول لحضراتكو احنا دايما هنا في قناة النادي الأهلي كنا دايما سدوني بنساند الحكام و بنعمل سوفورت الحكم المصري لكن أعتقادش رخصي وخاصة مباراة الأمس و الخطأ التحكيمي في غربة البار خلاص يعني طفح الكيل زي ما بيقولوا و يعني كل جماهير النادي الأهلي كانت غضبانة جدا و احنا بنتكلم ما بنقولش ده احنا لازم نعترف آه عندنا أخطاء عندنا أخطاء عندنا مشاكل على المستوى الفني عندنا مشاكل على المستوى الفني ما فيش شك لكن خلينا احنا كمان نعالج كل دوت من جواه نحنا لكن لما الأمور بتتطرق لعوامل أخرى بتسبب لك انها تعطلك بشكل و بشكل كبير جدا ده لازم نتكلم عليه و لازم ندافع عن حقوقنا ولما بندافع عن حقوق النادي الأهلي احنا ما بننفنش راسنا في الرمل لقول احنا لا احنا مية مية ولكن الناس التانية اللي غلطانا لا عندنا أخطاء و عندنا مشاكل ده بنعترف به مية في المية ولكن كمان ما نسيبش كمان حقوقنا ما نسيبش على سبيل المثال أكتر من 14 نقطة هذا الموسم يفقدها النادي الأهلي بسبب التحكيم المباريات المتتالية و كمان على مستوى اللعيبة اللعيبة النادي الأهلي المستهلكة بدنيا بقى لها أكتر من ثلاث سنوات كل دوت كل دوت يعني أنا اللي هي يعني وجهة نظر كده و أحب أقولها لحضراتكو في الضغيج و الشغب و الزعيق الكبير جدا جدا على السوشيال ميديا عايز أقول لحضراتكو و أنا واحد متربي جوه النادي الأهلي النادي الأهلي يا جماعة نادي مختلف النادي الأهلي مش عايز أقرر بجملة مختلف تماما عن أي نادي تاني حتى في حلول قضايا أنا متفاهم جدا غضب الجماهير على السوشيال ميديا غضب و أنت مش هتزعل يبقى أنت مش جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي مش متعود يخسر بطولتين في سنتين أو ثلاث بطولات أو مش متعودين على ده وبالتالي جدود الأفعال عالية جدا لأن موقف جديد على النادي الأهلي مرنا به في بعض السنوات ولكن في السنوات اللي فاتت ما كانش فيه السوشيال ميديا ما كانش فيه سوشيال ميديا بهذا الشكل و زي ما بقول لحضراتكم أنا عن نفسي إن شاء الله متطمن عن النادي الأهلي عندنا مجلس إدارة محترم رغم كل الناس اللي بتتكلم على مجلس الإدارة إحنا وراء مجلس إدارتنا وراء النادي الأهلي لأن النادي يقولك ما تتكلمش على اسمها تتكلم على الكيان طب و هالناس ديت هي شايلة الكيان مين المسؤول عن الكيان دلوقتي المسؤول عن الكيان مجلس الإدارة و لازم نعمل support للناس ديت لأن في بعض الناس التانية عايزة تهد من جوه عايزة تهد من جوه و إحنا يعني الحمد لله جماهير النادي الأهلي وعي بشكل كبير جدا و زي ما بقولك النادي الأهلي بيتعامل بشكل مختلف و النادي الأهلي آه فيه كبوة فيه كبوة عندنا أزمة آه عندنا أزمة كلنا بنعترف بدأ و أنا واحد من أولاد النادي الأهلي و زعلان و غضبان لكن كمان عندي ثقة عندي ثقة أن الكبوة دي حتمر و إن شاء الله ستمر سريعا جدا لأن نحن النادي الأهلي وسيعود النادي الأهلي إن شاء الله أقوى مما كان في بعض الحاجات اللي لازم تتعاملوا هتكلم مع حضراتكم فيها من خلال المحترف لكن خلينا نتكلم دلوقتي كمان على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه النهاردة طلع بالقرارات التالية المطالبة بإيقاف لجنة الحكام اللي فقدت نزاهتها ومصدقائيتها المطالبة كمان بإيقاف حكم انهار في مباراة النادي الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه مما يعني بدر منه في هذا الشأن عدم المشرقة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم كاس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتوضيح كافة الأمور خلال طبعا السعاد القليلة القادمة زي ما بقول لحضراتكم اللي بيحب النادي الأهلي ما بيحبوش بس ساعة الفرحة والكاس والدوري والبرونزية وكاسة أفريقيا لا اللي بيحب النادي الأهلي بيبان دلوقتي اللي بيحب النادي الأهلي بيدافع عن الكيان دلوقتي فوقت الأزمات كلنا سوبرت المجلس إدارتنا كلنا سوبرت لمن يعمل ومن يشيل اسم النادي الأهلي كلنا وراه وكلنا بنسنده وإحنا متأكدين إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية بإذن الله هذه الأزمة ستمر وستمر سريعا إن شاء الله